اشتركوا في القناة المسطحة زي العمل اللي قدامنا المسطح دوت اللي استخدمناه اللي استخدمنا منه في بعض الالصان ووظفناها في انه يكون قدامنا زي برواز او اطار لصورة او اية قرآنية او للفز الجلالة زي ما احنا حابين الموضوع سهل جدا وبسيط جدا وان شاء الله هيعجبكم وتعالوا يلا مع بعض نشوف خطوة بخطوة عملنا الموضوع ده ازاي يلا بينا مع بعض هنعمل النهاردة ان شاء الله اطار لآية قرآنية او اطار لمنظر طبيعي المهم احنا هنحتاج في الموضوع النهاردة اللي هي القصافة والمشرت لاصق وصنفرة وطبعا هنحتاج خشب لو مش عندنا خشب مش لازم ممكن نعمل ورق مقوة ونشتغل عليه طبعا حددت هنا حجم الصورة وهنحتاج طبعا الاغصان وهي موضوع النهاردة الاساسي اللي هنشتغل به طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الاغصان اه في منها الملون زي ما احنا شايفين كده انا جبت بعض الاغصان الملونة منها اللون الاخدر كمان هنا اهو وفي بعض الاغصان اللي هي الطبيعية اللي لونها عادي زي ما هو باللونها الطبيعي ما فيش فيه اختلاف طبعا هنبدأ نقصر منها ونشتغل في النهاية خالص هنحتاج الورنيش علشان اللي هو نورنيش شفاف علشان ندي طبقة كحفظ ليه او حماية ولما ما فيش خلاص مش مشكلة بداية اللي ما نجي نشتغل طبعا هنكسر الاغصان نفكها من بعد كده ونبدأ ايه نقطعها لاجزاء السغيرة علشان نعرف نشتغل بيها تبقى سهلة في الاستخدام طبعا انا هشغل الجزء اللي حاوليني الصورة اللي هو الاطار ومن الافضل ان انا اشتغل فيه مسارات مسارات مستقيمة يعني خطوط مستقيمة ما ينفعش اعمل ايه انحناءات لان عندي الخشب صلب يعني مش لين فممكن اخد علامة بقلم او باي حاجة وبعد كده ابدأ ايه اقص على نفس الايه العلامة اللي انا اخدتها وابدأ اثبتها هنا في الجزء دوت طبعا هعمل اكتر من واحدة وبعدين اثبتهم مع بعض ممكن نشوف المقص ممكن ينفع لو ما عنديش الزراضية هنبدأ بعد كده نجيب السمغ ونمشيه على السطح اللي احنا هنلزق عليه نزوده شوية ونبدأ ناخد الاغصان واحدة واحدة ونشكل بيها ونحطها في المكان اللي احنا حددناه وبضغطة خفيفة كده ايه عشان نسبتها وناخد التانية نفس الشيء وجنبها ايه بس ناكد بس على الحروف اللي هنا وخلاص الحاجات اللي تطلع طويلة شوية او قصيرة شوية مش مشكلة بعد كده بنعالجها باما بالمبرد او بان احنا بنقصها بس نحاول بقدر الامكان اللي جوه هنا هو اللي يكون متساوي ولو نلاحظ ان الايه ان القطعة كلها على نفس الايه الاستقامة او على نفس استقامة الخط نفسه وكزا طبعا بسيبها واسبت عليها شوية لو عندي حاجة ايه احطها عليها على ما تنشف وكمل وانا شغال عادي ما توقفش على حد ما خلص الموضوع بتاعي احنا عايزين بقى نشكل ونعمل حركة في الشغل بتاعنا عشان العمل بتاعي بقى جميل فانا هعمل الاغصان بميل مختلف عن الميل ده طبعا الموضوع يا حبيبي احنا بنغض الموضوع على اساس ان هو يعني كأنها لوحة بنرسمها مش مش شرط ان احنا مش بنشتغل رياضيات علشان كل حاجة تبقى بالمقسات يعني لو الجزء ده مثلا انا قصيته دلوقت بتلع مني جزء كبير شوية او جزء قليل شوية خلاص عادي الحاجات دي تبقى فيها جماليات او بتضيف للعمل ان هو بيبقى بطبيعته فبتضف له شكل ايه ضف له قيمة وشكل جمالي اكبر فمش شرط ان احنا نمش ايه بالورقة والقلم يعني او بالمسترة احنا بنشكل احنا فنانين المفروض ان احنا بنشكل يعني ممكن بدل مقيس اعمل كده قص كده على طولها من غير مقيس ولا حاجة ايه خلاص فالموضوع بيتوقف على الرؤية الفنية اشوف الشكل كويس ولا مش كويس وبعدين احنا اخترنا ليه في الاغصان الوان من كنت ممكن اشكلها بالايه بالاغصان اللي هي اللي انا بشتغل بها دي وبعد كده ببجع ايه الونها او اسبها كده بس لا انا عايز بديها شكل جمالي يعني اي حاجة اضفها عليها وهتنفع العمل فبنفزها باخترها في الاول وبقيه بطوعها بحس تدين الشكل الكويس اللي انا عايزه في الاطار بتاعي هنبدأ نغير لون الاغصان ناخد لون تاني ونعمل الاتجاه بتاعه على الوضع اللي انا بعمل بيه بالانبوب ده هو تشكيل زي ما قلنا بترجع للرؤيات كنتم في واحد هيكمل عادي في واحد ياخد اللون ده تاني ويحطه هنا بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب والاتجاه هي كلها بتبقى افكار فالموضوع سهل في كل الاحوال ممكن اجي في الجزء ده مثلا وسمغ هنا واعمل واحدة بالاخدر بالطول انا بس عايز اعرفكو ان الموضوع يعني ملوش قاعدة معينة بالشكل ده مثلا هعمل كده واقصه من هنا كل حاجة ان شاء الله هتعملوها هتطلع كويسة باذن الله تعالى موسيقى بدأ الشكل الجمالي هو تيظهر يا حبيبي ونشوف الموضوع بدأ يبانا هو طيب عايز اقول لكم مش بس بنشكل بالاغصان اللي هي الملونة وبس ولكن ممكن كمان نشتغل به الجزوع والاغصان الطبيعية الطبيعية اللي هي من الشجر على طول اللي هي غير ملونة يعني ده دلوقتي مشروع تحت التنفيذ استخدمنا ايه فيه المشروع استخدمنا فيه او فروع خشب كشور من الاشجار فروع من الاشجار نفسها فرع كامل او وبدأنا نوظفه علشان يخدم الموضوع هنعمله كأنه مجموعة من الاشجار في طريق وفي اسم هنا ورا الاسم ايه اسم الطالب او اسمك او اسمك طبعا ده كان بيتم تنفيذه مع احد الطلابي واستخدم الكشور دي فانه بدأ يكتب اسمه بها ويطوعها يطوع الكشور نفسها علشان يشكل بها اسمه كدب اسمه وبيكمل المشروع لسه تحت التنفيذ تمام فانا حبيت اواره لكم ليه علشان تعرفوا اكتر من شكل او اكتر من طريقة نقدر نشكل بها من خلال الجزوع والاغصان يعني فيه افكار كتير ممكن ننفذها في الدرسين الممتع دوقت انا افتكر مرة من المرات يعني كان من ضمن الافكار والاعمال اللي نفذها طلابي المبدعين الزيوخ كده اشتغلنا على جزوع الشغر الكبيرة كبيرة جدا وبدأنا نزبطها ونهذبها وطلعنا منها اعمال نفعية جميلة جدا جدا واعمال دي كورية كانت فعلا رائعة فالموضوع ممتاز وشيق وممتع او اللي عايز يعلم وبعد كده يقص عادي كده او كده صح وباية حاجة تقصوا بيها تقصوا بالمقصة تقصوا بالقصافة زي اللي معايا او تقصوا بمشرة بس تنتبهوا على اديكم اذا لقينا يا حبيبي حاجات زي كده طلع زيادة طبعا احنا ما نخافش خلص من الموضوع دوت لان في النهاية بنسيب الزوايط دي كلها وبيجي بالقصافة او ايه او زي ما انتم شايفين كده يتقصت عادي او طلعت زيادة شوية ابدأ ايه اقصها هيت بالقصافة او بالمشرة وباساوي الحرف وبيطلع الشغل كوي وزي ما انتم شايفين يا ابنائي وبناتي وصلنا لنهاية الشغل في الاطار لكن هنيجي بقى للمرحلة التانية اللي هو شغل الجزء الفراغ دوت هنشوف هنعمله مع بعض علشان طبعا نبقى الاطار عندنا له وظيفة نفعية فاحنا هنعمل منظر هنا بسيط مع لفظ الجلالة ونكتب الله ربي طبعا احنا ممكن نجيب صورة جاهزة او ممكن نجيب رسمة جاهزة مش شرط ابدا ان احنا نعمل ايه بادينا يعني وسريعا هنا برضو هنلون كده حاجة بسرعة بسيطة طبعا دي الوان اا اويل باستل والاويل باستل طبعا من الالوان القوية فاحنا طبعا احنا محتاجين ان اللون يكون واضح اكتر فبنستخدم الاويل باستل لكن انتم استخدموا المتاح عندكم من الشرط الاويل باستل بس اي الوان متاحة عندكم تقدروا تعملوا بيها ايه منظر الغروب بندمج الالوان في بعض ايه سريعا كده خلصنا لايه خلصنا المنزر وزي ما قلت لكم لو مش عارفين تعملوها او مش عندكم خلاص اا حطوا حاجة جاهزة عندكم وبتدوا ايه نفزوها على طول مباشرة بدون اي مشاكل الزقوها على طول في المكان الخاص باللوحة المفروض دلوقتي يا احباقي قبل من نلزق المنزر اللي عملنا او الصورة او الاية الكرآنية او ايا كان ان احنا ايه نصنفر الاجزاء دي ونهذبها ونبدأ بعدها ايه نحط لها الورنيش اللي هو الشفاف اللي قلنا عليه في الاول وطريقته طبعا سهل طبعا علشان دهنه فلازم يقعد تقريبا يوم على ما ينشف او يجف وبعد كده ابدأ الزق الصورة اللي احنا رسمناها فمش هقدر اوريكوا الشكل كده مكتمل فدلوتي انا مش هدهن الورنيش لكن هو فكرة الورنيش سهلة بالفورشاة وبشيل الورنيش وابدأ ايه امشي على السطح ككل واسيبه لما يجف نهائي وبعد كده ابدأ احط عليه اللوحة بتاستخدمه بشكل طبيعي وطبعا هو الورنيش بيتدوله لمعة وبيحفظ عليه من الجو من المفترض طبعا هنا دلوقتي ان انا هسمغ الجزء دوت وابدأ ايه وابدأ اسبت بعد كده ايه المنظر وبكده يبقى احنا خلصنا موضوعنا النهاردة وهو التشكيل بالجزوع والاغصان اتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه والى لقاء تعليمي بكم في فيديو تعليمي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة